تلعب التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي دوراً في تطوير وتحسين تقنيات التقاط الكربون وتخزينه لزيادة فعاليتها فماذا تعني هذه التقنية؟ تقوم تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على التقاط ثاني أكسيد الكربون من العمليات الصناعية ليتم حقنه تحت الأرض بدلاً من أن يصبح غازاً من غازات الدفيئة في الهواء ورغم أن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لا تزال في مراحلها الأولى إلى حد كبير تحمل التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي وعداً كبيراً خاصة بالنسبة للتطبيقات الصناعية يأتي الذكاء الاصطناعي من خلال المساعدة في تطوير تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه الأكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة وتعمل خوارزمياته على تحسين عمليات الالتقاط كما يمكنه أيضاً لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحديد مواقع التخزين المناسبة ومراقبة أداء أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ما يضمن فعاليتها في مكافحة تغير المناخ سيؤدل اعتماد على الذكاء الاصطناعي أيضاً إلى زيادة كفاءة عملية التقاط ثاني أكسيد الكربون التي يتم التقاطها بنحو عشرين مرة بحلول العام الفين وثلاثين ومائة مرة بحلول العام الفين وخمسين